بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الثالثة من مساق برمج الجاذا ولازمنا في عالم الأوبجيكتز والكلاسز وزا ما تعودنا نبدأ بالعنوين اللي حنشرحها بالتفصيل خلال المحاضرة وأول موضوع بعد إحنا ما انتهينا من الـ Data Type بتاعة الأوبجيكتز اللي هي الكلاسز وطرقنا في أول محاضرة للـ Fields اللي هم الـ Variables والمحاضرة الثانية ركزنا بشكل أكتر على الـ Methods تاعة الـ Class أو الـ Object بنكمل اليوم ونشوف مع بعض كل اللي كنا نعمله في الـ Primitive Variables اللي هنقدر نعمل نفس الشيء مع الـ Object وحنشوف مع بعض أول موضوع عملية Passing Objects as Argument طبعا هذا بيستخدام الـ Method Call أو بنعمل Returning Objects لأنه نفس الـ Data Type ها يكون زي ما هنشوف From Methods نعمل Copying للـ Objects لأنه هذا الموضوع بيختلف هالم الـ Objects أنا هالم الـ Primitive Data Type والكلام هنشوف بالتفصيل Copying Constructors لماذا يستخدامه وكيف يتعامله وموضوع الـ Quality متى بيكون الـ Objects equal هنعمل Method للكلام هان وآخر شيء اللي هو موضوع Aggregation وموضوع مهم جدا ويعني معقد شوي هنشوفه واشرحه بالتفصيل وهنشوف الـ Security Issue الموجودة في الـ Aggregation العادية كيف هنحلها مع بعض طيب نحن أول شيء لعملية Passing Objects as Argument وخلينا انا اشرح المثال بعدين ارجع للتعريف هنا انه هنكون الصورة اوضح اولا احنا في عنا هاي المثود مين هنبدأ من هان وحنا في عنا Local Variable X نخزن في القيمة خمسة بعدين في عنا هنا مثد Call اسمه Multiply هذا هو المثود تاعنا Multiply ولاحظ احنا بعتناله هاي Past اللي هي مين بعتناله قيمة X عارتخزن في مين؟ في A لان هذي عبارة عن انتجر A يساوي X ففعليا قيمة A حيكون فيها الرقم خمسة لان X already فيها الرقم خمسة ولاحظ هنا انه الـ X ميش نفسها تخزنت فيه لا احنا عملنا Copy من القيمة X اللي هي خمسة وخزنناها في A فبالتالي بعدين جينا هان وعملنا A ضرب اثنين عشرة حيتخزن في A نفسه ولما نطبع قيمة A حتطبع لي عشرة طبعاً ولما احنا ننتهي من المثود هذا في نهايته حيرجع لأول سطر ك Return وهانا حنطبع قيمة X طبعاً قيمة X حتبقى كما هي خمسة فعشان احنا الناتج هيطلع عندنا هان هادي عشرة وهادي خمسة نشوف مع بعض كيف الكلام هدا بيصير داخل الرام اولاً هاي عندنا المثود مين هذا بيتم استدعاعه في الاستاك وعندنا الـ local variable اللي هي X ونخزن فيه الخامسة طبعاً التايب بتاع X هو انتجر بعدين فيه عندنا method call اللي هي multiply وطبعاً مدام احنا استدعينا فبالتالي حيتم ادراج تطبع في الاستاك زي ما شفنا الكلام هدا بالفصل الاول هذا المثود تاعنا اللي هو اسمه multiply وطبعاً لاحظ قيمة X هتتمرر لمين للـ A فبالتالي انا عندي في في الضمين تاع المثود multiply في الـ local variable A هيتخزن فيه طبعاً قيمة خمسة لانه هنا قيمة X اللي هي خمسة هدا هي اجت في X وربعاً هيتم تخزين هالخي X اللي هنقل خمسة داخل مين وبالتالي هتعطينا القيمة 5 بعد ما خزن الكلامات بعدين دينا عملنا العملية هات صارت عندي A تساوي A ضرب اثنين فهنا خمسة في اثنين عشرة هيتخزن في قيمة A زي ما احنا شايفين صارت عشرة وبعدين هنا حيطبع الكلام هدا على الشاشة وهيكد بنتهى عنا رجعنا هنا هيك فانتهى عنا طلع من الاستاك وبعدين نرجع لمين فمين عنا هنطبق الستيتمان وباشرة بعد المثل كول ويطبع لقيمة X ولاحظ قيمة X هنا هي خمسة بقيت كما هي لكن قيمة A هي عشرة عشانك عطاني في النهاية هان الفاليو تاعت A هي عشرة والفاليو تاعت X هي خمسة قيمتين مختلفات عن بعض طيب الان نرجع هنا نقرأ التعريف فبقلنا هنا في موضوع passing طبعا احنا عملنا I passing variable لان X هنا في variable العادي Is passed as an argument to a method احنا بنسمى الكلام hotpassing by value يعني بنبعت الvalue لقيمة A This means a copy في نسخة زي ما شفنا احنا في المثال اللي هنا احنا بعتنا نسخة الخمسة اللي هنا وضفناها وين حطيناها وين في A بعثنا نسخة فبقلنا هنا This means that a copy نسخة من الـ variable's value is passed into the method's parameter بالفعل احنا بعتنا خمسة من هنا تخلناها على قيمة مين الـ A وبالتالي When the method changes the content of the parameter variable زي ما هو ها نعمل يعني لما بيغير المثود تعمل multiply قيمة الـ variable اللي موجود تعد قيمة A زي لما ضربناه في اتنين مش راح يتغير شايفت هنا It does not affect the content of the original variable that was passed as an argument مش هلتغير قيمة X عندناها فهما بتلتين الجهتين منفكين عن بعض ومختلفين عن بعض لكن تم تمرير نسخة من الاولين في التاني موضوع بكل بساطة لكن بقلنا في موضوع الـ reference variable لما دخلنا الان في عالم الـ objects الان الموضوع مختلف تماماً مش هيزبط معنى هنبعت ايش copy بالكلام ها هو لها نبعته احنا فعلاً هو نفس العنوان فبالتالي هادي عندنا مشكلة لأن هادا المثود will have the access to the object that the variable references وبالتالي كل الموديفكيشن في الـ object in the method هتغير الـ object اللي موجود في الـ heap كلام هذا هنوضحه الان بالتفصيل احنا بس معنيين الان في الـ slide هاي نفهم موضوع كيف الـ passing by value وفهمنا التفاصيل تايته طيب نكمل احنا المحاضر اللي بعديه الشقة اللي بعديه الان هنا فهاي حنعمل passing by reference نشوف الفارق بينها وبين passing by value ولاحظ في عندنا class هاي عندنا المين مثود هانا هانا احنا عملنا created an object تشوف الكلام هادا الان في عندنا داخل الرام وعملنا في عندنا object هذا reference object اللي هو هاي الـ object تاعنا هيك وهذا الـ object اللي عندنا هان العنوان تاعه هيتخزن في reference variable اسم الـ box طبعاً اللي عندنا هانا استخدمنا الـ method call اللي هو الـ constructor وخزننا قيمة 8 في الـ link وهادي عندنا 10 طبعاً لاحظ القيمة الـ 18 فحد ذاتها هي passing by value not reference لأنه لكن اللي هنشوفه هان في موضوع الـ method call تاع display rectbox هذا اسمه استدعاء للمثود اللي هان واللاحظ انا عندي هان في passing by reference لأنه احنا عايزين نخزن قيمة الـ box اللي هو عبارة عن object او reference variable في الـ reference variable اللي هو الـ R تعالنا نشوف كيف الكلام هذا هيصير عندنا داخل الـ RAM فاحنا الشق الاول هانا لما احنا انشأناه طبعاً هاي اللي اطلع عندنا في نهاية المطاف في الـ heep موجود عندنا الـ object والقيم تاعته الـ 18 وهذا 0 لانه احنا في الـ constructor اللي هانا مش عاملين له الـ color عشان اعطني هادو الـ 0 وطبعاً هادول المثود اللي احنا طبعاً هنشوف كيف هنغيرهم لانه فعلياً في الـ method في الـ heap هما المثود بتم استدعاهم حسب الـ color لكن احنا هان للتوضيه عشان نوضح بانه بما انه هادول الـ private والكلام هذا وضحناه المحاضر اللي فاتت فبالتالي الـ object او الـ reference variable box مالوش اكسس مباشرة للقيم اللي هان فبالتالي عشان يغير القيم اللي هان لازم يستخدم المثود هادول اللي احنا تسميناهم الـ githers والـ sitters وللازم يكونوا طبعاً public عشان يقدر ايه هذا الـ reference variable يشوفه ويتعامل معهم طيب فبالتالي بعد النقطة هاي هذا الناتج ان هاي اللي حيصير عندنا في الـ RAM لما عملنا عملية الـ method call هنا في عندنا صار method call هو display rect وحطينا اللي هو الـ box هنا فبالتالي حيعمل الـ هان حتيجي هان هيك وهذا حيتم عند الـ method اللي هان حيتم الـ pop الوين هنجيبه عندنا push بنسميه في الـ stack هاد احنا شايفين وهان هيك هيدس بلي rectangle وهان طبعاً هو الـ argument تاعتنا او الـ parameter تاعت المثود فالان كلمة الـ box هنا ولاحظ الـ box عبارة عن reference variable هدا عنوان الـ object اللي موجود هنا خزنناه في الـ box هو نفس العنوان هنخزنه في مين في الـ R فأصبحت عنا الان هادة R هي reference variable وطبعاً لاحظة الـ reference variable هاي حيكون موجود في نفس العنوان اللي هو موجود في مين في الـ box فبالتالي هم الـ اتنين لاحظ السهم الاسود هان معناته انه R هان بتشير على نفس المكان على نفس الـ object هذا الـ object اللي احنا عملناه فصار الان R بتشير عليه والـ box بيشير عليه هذا الكلام احنا وضحناه مع بعض في المحاضرة الأولى اعتقد طيب نكمل فبالتالي R هان الان هان لو بدي اجي هاي R عنك بالان بدي اجي استخدم R.getLink هذا الـ method جديد وهذا الـ method اللي استدعى الـ R وبالتالي احنا لما نيجي هان هيك احنا مش موضحينه هان فلما بيقول لي يعني R.getLinked فهانا R هيروح على مباشرة على المثود اللي هان getLinked وهيعمل هايجيب القيمة هادي هيك وهانا بداها هاتح المحالة القيمة ايه 8 وبعدين عنا وراها هات وحيجيب القيمة 10 حيخزنها في 10 فحيطبع عنا هانا هانا 18 ولما يرجع عنا بعد احنا ما ينتهي هذا هيك طبعا كله راح ينتهي هانا برضو امحل سكراتش هانا هادا بعد ما يخلص وبيعمل return اللي هو القيمة اللي موجودة هانا هيك شايف اللي هانا هيك وحيرجع على اول سطر بعد المثود call هادا حيطلع حمع له pop يعني حيطلع من أو flush حيطلع من الاستاك وحيرجع على المين وبعدين حيبدأ نفد في الجملة هان هان حيطبع لي box.getLink فلاحظ box.link هادا بوكس هانا على نفس المثود getLink وجاب نفس القيمة فعشانك نلاحظ دول التنتين ليهم نفس الـ input مدام نفس الـ output بوطلعو هانا هادا الدلالتو ايش انهم فعلا الـ two objects اللي هم مين الـ objects اللي هو B والـ objects R الاتنين بيشيروا لنفس المكان يعني هادا الكلام هانا هو هادا بنسميه passing by reference ما بعثش قيمة مفيش نسخة عنده هو فعليا اللي تم نسخه هو تم نسخ العنوان تاع بوكس داخل العنوان هانا في الفي R فبالتالي لكن هدول الاتنين مدام انتسخوا يعني الاتنين نفس العنوان لكن الاتنين بيشيروا على نفس الـ object لكن هل انتسخ الـ object؟ لا الـ object هو object واحد بقي كما هو لكن عنا احنا هانا صار عندي مكانين اللي هو الـ reference variable books والـ reference variable R صاروا موجود فيهم نفس عنوان الـ object اللي موجود عندنا في الـ عشانك لو حاولين نستخدم الـ method او نحاول نعمل الـ access للـ attributes تاعة الـ object هيعطيني ايه؟ نفس القيم هذا هو المفارقة بين passing by reference و passing by value لكن في موضوع passing by value في الـ slide اللي فات لا كان الموضوع يعني كانت الجهة زي ما حكينا منفكة وكانت القيم اللي موجودة هان هاد القيمة خمسة اللي هان هي نسخة عن الخمسة اللي هان فلما غيرنا القيمة هاد العشرة هاد ما تأثرتش فالتنتين مفصولات عن بعض هاي الفرق بين passing by value و passing by reference طيب تعالي نوضح الكلام هاد اكتر ونشوف كيف بتم موضوع passing by reference بتفاصيل اكتر داخل الرام وطبعا نشوف مع بعض الشكل الادق بتمثيل عملية هاي داخل الرام طيب نرجع هاد هو عنا هاد اللي كلاس تاعنا تاع rectangle مكون فيه من الثلاثة private اللي هو attributes وعنا طبعا هاد هو constructor rectangle لاحظ two argument مستخدمين هنا نفس التقليد اللي اتعودنا عليه نبدأ الان في هيدا هو تركيبة الرام عندنا هان هاي الاستاك والهيب طبعا احنا لازم نضيف الهيب لان احنا هاي عندنا objects طيب هنبدأ اول شيء نبدأ نركز مع بعض في النقطة هاي اولا هيتم loading هنبدأ من مين فصار عملنا loading لمين لمين مثل داخل الاستاك هاد اول خطوة بعدين اجي قلي هانا اول line هانا rectangle box يساوي new rectangle 18 فعليا هاد الجملة هتتنفس بالاول rectangle box rectangle box هانا هو عبارة عن reference variable فبيحجز له في المين داخل المين لانه هو تابع variable تابع للمين اسمه box ولاحظ البوكس هادا هيتخزن فيه addrix يشير الى object لكن ال object لسه لم يتم انشاؤه بعد طيب متى بتم انشاؤه لما ندخل للجملة هاي طبعا اول ما نشوف كلمة new فحيتم انشاء object وين مباشرة في الهيب وهذا ال object اللي هيكون هانا اللي هي المواصفات اللي هانا ويلاحظ هو حيبدأ مباشرة فعليا بال default constructor فالقيم اللي هانا كلها 0 و 0 لكن بعد ما يتم الاستدعاء للميثود اللي هانا اللي هادا حيودينا على مين على ال constructor اللي احنا شايفينه هيك فلاحظ هانا هانا حيضب تغيير القيم فلما احنا الحين طبعا كلمة rectangle 18 هاي هذا هتروع على مين عملة استبعاء للميثود جديد وهذا الميثود الجديد لاحظ الاطار تاعه لونه اللي هو الاصفر او الورنج نفس الاطار تاع مين تاع ال object تعنا فبالتالي هذا معناته انه هذا الو direct access للقيم اللي هانا بنستخدمش هانا الميثود لان هذا الميثود اللي هانا بمعنى لما ندخلنا احنا رفيق تانجل ال L و W هو فعليا دخلنا وين جوه دخلنا الان جوه فمن هنا انا قيمة 8 اللي هان دخلناها في ال L وقيمة 10 دخلناها في ال OI عملنا هان باسنج باي فاليو فهدول ولاحظ هاي ال L بتساوي 8 و ال W بتساوي 10 تمام والان عنا هانا قيمة ال L و ال W ولاحظ خزننا ال L في this.length وفي ال W this.worth طبعا هذا تاع ال object اللي هانا لانه ال this هانا ترمز ل مين لل object اللي هانا ال this هاي ترمز لل object اللي هانا عشان هيك ولاحظ ال this هاي لها direct access عشان هيك انا عملها لاحظ باللون الاخضر فهذا الان هتغير القيم مباشرة يعني مباشرة بقول this.كلام هاد لانه هاد القيم الان ال length و ال width و ال color بالنسبة للقيمة this هادي هي public مش private متى بتكونوا private وبنشفهاش لما تكون خارج ال class زي لما كانت في ال domain فلاحظ في ال domain انا في المين هانا بقدرش انا كنت اجي اقول له مثلا box.length هيعطيني error لانه مليش صلاحي انه عمل اكسس ل attributes تاعات ل private attributes خارج ال class لكن من جوه ال class فيش مشكلة عنا فلان احنا هانا غيرنا القيم فبالتالي بعد ما تنشئ بعد ما يخلص الان هادة كلها تم انشاء هذا الناتج اللي عنا صار موجود ولاحظ بعد ما يعمل غير القيم اللي هان طبعا بيضي القيمة او ال objects اللي هادة العنوان تاعه العنوان تاعه لاحظ زي الروابط تاعته حيوصل ليها في مين حيضيفها داخل البوكس داخل البوكس فالليان الان البوكس بيشير لل object لكن لاحظ انا عاملي باللون الاحمر وعمل عامليتين هنا فى البدن هذا ممنوع شو معنى الممنوع هنا انه بقدرش هذا البوكس صح ويشير لل object اللي هان لكن هذا ال reference variable اللي هو البوكس ما بيقدرش يعمل اكسس مباشر للاتربيوتس تاعه ال object لازم يروح يستخدم من ال methods اللي هم ال getters وال sitters اللي احنا حكينا عنهم قبل هان تمام واضح النقطة هاي نكمل جينا الان على ال statement اللي بعديه خلينا نمحي هانا هيك طبعا هتنتهي هادة طلعت الان من ال stack لان خلصنا منها بعد ال هاك عملنا return ويجينا على موضوع اللي هو display rect box ولاحظ ان هادة فى مثل method call مثل هانا هيعمل لي يعني push داخل ال stack وهيعمل اللي هو method اللي هو display rect وهان اللي هي ال argument او ال parameter تعته ولاحظ احنا هانا لاحظ هادة هى تعتنا طبعا هادة احنا انتهينا منه خلاص هاي display rect هادة البوكس اللي هان هو عبارة عن reference object وهو عبارة عن address يشير للobjects اللي هان فالادرس تعت البوكس هانا هنمره وحنحطه داخل وين ال R فالR هانا هايكون عبارة عن reference variable وطبعا reference variable هاد بما انه نفس قيمة البوكس فبالتالي العنوان اللي موجود هان هيتم نسخه وينحط وين داخل ال R فبالتالي هاد ال R هتصير تشير لنفس المكان لاحظ صارت مشتركة يعني البوكس وال R نفسهم بشيره لنفس ال object وكلهما لاحظ هان كل الاتنين لهم برضو ما لهم مش direct access لانه ال R والبوكس موجودين وين موجودين في ال class لا موجودين في المين مدام موجود في المين هانا هيك ولاحظ حتى انا عامل الكنار او الاطار تاع المثود بالازرق الازرق مش الاصفر لو كان بالاصفر كان ممكن يعمل direct access للتوضيح يعني طبعا الكلام هاد طيب نكمل الان فالان الاتنين طيب الان بقدر انا من R بدي اعمل ايه بدي اعمل استدعاء لget.length لانه الحين موجودة هاد ال R بقدر الان من خلال public get length وget which فاستدعينا اول متود اللي هو الget length هاد هو هانا هيك وفي الget length اللي هو هانا هيك استدعينا هيجعل stack وطبعا هادا هيجيب لمين ال this.length لان كمان مرة لاحظة ال this هانا اعمل لك اياها ايه باللون الاخضر لانه ال this هانا فعليا ترمز لمن اللي هو لل this هاي تاعت ال get length لاحظة ال link الان هو this link ال this هاي تاعت ال object فبالتالي يلاحظ حتى الكنار تاعة باللون الاصفر هذا اله direct access فبالتالي هو بيقدر يعمل access ويعمل reading للقيم اللي هانا فبالتالي هيجيب الرقم 8 وحيخزنها ايش بدل الرقم اللي هانا وهذا هي return value للقيم اللي هانا يعني هذا حسير قيمتها ايه 8 او فعليا حانا حسير قيمتها 8 الان هو بكمل بعد هيكد طبعا هيطلع من ال stack تاعت الماثود تاعت get length انتهينا منو وبعدها حيدخل على طبعا مثود تاني وهذا الماثود تاني اللي هو حييجي من ال get width لاحظ حييجي هانا هيك خينا برضو كمان مرة انا امحي فهانا شايف الان هاي انتهينا عندها اعتبرنا هاي 8 شايف او هاي 8 طبعا get width استدعاها ال R ال object تعنا وال this.width هديلها direct access في مين في هاي فهيقرأ القيمة 10 وحيتخزن القيمة هنا 10 وهيك وانا حيرجعها طبعا لمين للقيمة هاي فهانا حيتطبع عندي مين 10 وهيكد احنا زا ما انت شايف ها ال direct access اللي شفناه لانه هاد الماثود اللي هان لكيف هدول هلهم direct access على ال object لانه موجودين هان احنا الان وصلنا هان وهدول هلهم direct access على مين على ال private variable لانهم بنفس ال class هتمنى النقطة تكون هاد كتير واضحة كتير مهم الكلام طيب بعد هيك طبعا احنا حيطلع من الاستاك لانه خلص المثود تاعة ال get with وبعدين برضو حينتهي عنا رجع عنا هان هيك مدام رجع برضو احنا حيطلع من الاستاك هذا هي نهاية المثود اللي هان وحيبدأ في الجملة هاد هيك ومن هانا بدي اعمل الان get length لمين مين اللي هيستدعي ال get length الان ال box box.get length فلاحظ ايش عنوان الموجود في ال box برضو هايو لانه بيشيل لنفس المكان و with this هانا حتشير برضو لل private لاحظ لهانا للتمانية فبالتالي هاد قيمتها هتساوي برضو تمانية كمان مرة بعدين حيطلع من الاستاك وهانا احنا نستدعي مثل التاني اللي هو ال get width وهانا طبعا حيروح اعمل access لقيمة 10 وبعدين حيتخزن لهانا 10 عشرة زي هيك وهذا العشرة هتخزن هان وهانا بينتهي برضو حيطلع عنا المثود انتهت على get width وهكي احنا بنكون خلصنا وانتهينا فعليا وانتهت عنا تاعت المين هانا لانه مدى مصلت للنهاية هيك بعد ما يطبع حدوله لنهاية المين فطلعت برضو من الاستاك وبعدك بمين هاي طلعت من الاستاك صار الاوبجيكت اللي هان ملوش اي reference variable فبيجي مين عنا هانا برنامج او ال process garbage collector راح تمحي مين الاوبجيكت اللي موجود في الهيب اللي هان عشان توسع عنا مساحة لاوبجيكت تانيا ولاحظ عنا اذا بتلاحظ نفس القيم حيطلع عنا وهذا كان بدلنا على انه ال passing by value ال two objects هدولة ارجع للنقطة هايلاحظ حيالاوبجيكت اللي هان والاوبجيكت اللي هان لما عملناهم passing by شايف by reference صاروا الاثنين بيشيروا على نفس مكان الوبجيكت طيب الان احنا الكلام هذا مش عايزينه زي هين يعني احنا عايزين هان نعمل او هنحتاج لموضوع copy يعني هنعمل زي عملية passing by reference لانه passing by passing by value passing by reference هكوم فيها بعض security دي الكلام هاده advance شوية هنحك عنه بعدين طيب تعالي نشوف هان هاي مثال برضو نفس الفكرة هاده مثال للتوضيح انا عاملين هان هاي اوبجيكت جديد الاوبجيكت الاول الرفرنس variable بشيال اسمه box طبعا اتناش وخمسة وفيه red هاله طبعا الكونستركتور اللي هو مين التاني لاحظ لانه نضف فيه three arguments كلام واضح بعدين عملنا مثال call الديس بلي وهي الديس بلي تعنا هيك الان طبعا مين اللي موجود هانا البوكس البوكس الان هو موجود في مين في الار هاي object طبعا هاده مش object تاني هاده reference variable تاني در بالك ريكتانج الار ما بينشاش object انشاء او creation الابجيكت هي من كلمة new فبالتالي فعليا في الهيب عندنا اكم اوبجيكت فقط واحد لكن في عندنا الانصار tool reference variable اللي هما البوكس والار بيشيروا بيشيروا لنفس الابجيكت فبالتالي لما قولوا r.get length و width و color هايعطيني مين؟ هايعطيني اللي هو اطناعش وخمسة ورد نفس الشيه انه نفس الابجيكت ونحسب طبعا اللي هو موضوع المحيط وبعد هيكد طبعا لاحظ هاي القيم اللي هانا اطناعش وخمسة ورد وهده هي اللي هو المحيط تاع الشكل ممكن هانا بعدك احنا عملنا بعد ما طبعنا هدول دي نعملنا set length 10 لاحظ الان احنا استخدمنا برده المثل تاعت set length و set width هده public وغيرنا قيمة تاعت length هانا صارت 10 انا في الابجيكت بحكي هده حتسير 20 نفس الابجيكت لان هو اوبجيكت واحد ما فيش غيره وهده صارت blue فعشان هيكد الان لو نيجي هانا نرجع بعد ما خلصنا من هده هيك ونخلصت مليستاك وهنسي على الجملة هاي وعايزين نطبع اللي هو الجملة هاي لان هاده الجملة اول statement بعد method call لما نقول له dot get length شو هيطبع عليه هيطبع لعشرة طبعا و dot get weight هيطبع لعشرين وال color هيطبع لمن blue وهيدروب لي طبعا نجيب المساهي حسب القانون اللي هانا فهذا طبعا مثال بوضحنا كpassing بوضحنا يعني الالية passing by اللي هو object as an argument طيب موضوع هانا نفس الشي العكس تايعو عملية returning objects من methods نفس الشي زي ما كنا احنا نعمة returning value كانت integer او double او float الى اخره نفس الشي ممكن نعمل كمان اللي هو type تاح يكون ال class او type تاح نفس ال type تاعة ال object تعال نشوف مثال هانا هانا المثال في المين اللي عنا هانا طبعا class تاعنا هو نفس rectangle هذا ال constructor الاول constructor تاني احنا فيه no args constructor وهذا طبعا full constructor نفس الشيء هانا عنا انشأنا object داخل ال heap وهذا ال object عنوانه موجود في reference variable rect فجينا قلنا له هانا ال rect تساوي اه في عنده method call هادا ال method call بدا اجي هانا هيك دخلنا هانا هيك لاحظ ما فيش عنا هانا هنا argument لما دخل جوا هانا لاحظ انشأ object تاني انه كمان مرة اكام object تصار عندنا ال object الاول هو هاي لان هادي ال new الاولى هذا ال object الاول عنوانه موجود فيه او عنوانه موجود وين في ال reference variable rectangle هان اوبجيكت تاني اوبجيكت تاني يختلف عن الاولان وحتى لاحظ هنا يعني للتوضيح كمان بس الحين بنشوف اذا احنا كتبنا الكلام بيانا في الرام ولا لا لكن هذا اللي هانا هيكون object شو القيام اللي جواته قيم جوتها تكون واحد وواحد ووايد اوبجيكت التاني اللي هانا هيكون قيامه خمسة عشر وثلاثين ويالو هذا مخزن في reference variable r خلاص وهذا ال r هتكون موجودة في الضمان تعمين تعمل مثل هاب موجودة في الاستاك فلما نعمل return r دربالك ال r شو تتايتها rectangle فبالتالي ال return value او return type لازم يكون rectangle فاللي حيصفي عندنا هادي هي القيمة اللي هان اللي حيجي عندنا هان هو فعليا object جديد اسمه r او بالاصح العنوان الذي يشير على ال object التاني هاي فلما سويناهم مع بعض زي هيك صار الان الركت هاي مدام يساوي الكلام فالعنوان اللي موجود هان تعل object التاني خزناه في مين في ال reference variable rect ففعليا صارت الركت هان وال return object اللي هان بيشيره لنفس ال object الاول ولا التاني التاني اللي هو هاد عشانك لما عايزين نطبع get length و width و color هيعطيني 15 و 30 و yellow ملاحظة هادي كتير مهمة للتوضيع تمام؟ طيب نكمل الان مع بعض نعم احنا برضو هان شرحينا في اه 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 في ال في الرئام اعتقد ان احنا مش مش هموت هانا ما فيش داعسة توقع انه واضح لان نيجي على مثال اللي هو ال returning objects ال methods example نفس الفكرة لاحظ هانا اه ما عطيني نفس الكود تاعنا ده بس يعني زيادة امثلة نفس الكود عملنا object جديد وعملنا method call object تاني سميناه R و حززنا فيه القيم لاحظ بس لتنين اللي هم نفس وين مش مكتوب عنا الكلاس بس هدا ما اخد من الكلاس تاع السلايد اللي فات اه هانا حدد قيم 15 و 30 ويالو بعدين مرجع للR لاحظ من هانا فهذا قيمة الR موجودة هان صار R والريكت يشير نفس الobject التاني اللي هو الموجود هان فهنطبع القيم هيعطيني 15 و 30 ويالو اه طبعا هانا انا عامل نفس الكود بس انا بدل ما اعمل الالية هادي هيك لاحظ ايش سويت هان كل هادي روح تغيرت هيك شايف شايف هادي كلها وصار بديل عنها مين السطر اللي انت شايفه هانا هيك لانه فعليا انا في عنده constructor بيقود الثلاثة ايش argument فانا قلنا له هالا return new rectangle 15 30 يالو new يعني object جديد وفي ال constructor حيحب اللي فيه القيم 15 و 30 و يالو فالناتج اللي هيصف عنده هو object جديد العنوان تاع الوبجيكت اللي هان هيتخزن في مين في الركت فبالتالي هو والركت هيشير نفس المكان وبرضو كلاهما هيعطيني ايه نفس الناتج هذا اعتقد انه هادي نفس القيمة اعتقد منكررين نفس السلايد فلاحظ هيعطيني ايه نفس الناتج طيب نجي الان لموضوع copying objects اولا موضوع copying objects بنفاش نعمل زي ال primitive variables يعني مثال بقول لي هنا you cannot make a copy of an object with a simple assignment يساوي انوضح الكلام هذا مثال لما نيجي نقول مثلا الان هاي انتجر هاي انتجر x يساوي 5 خلاص وبنقول له هنا كمان انتجر y يساوي مثلا 8 خلاص لما نقول له هنا x يساوي y شو بيصير هان فعليا بصير فعليا انو قيمة y اللي هي 8 هخزنها وعملها نسخة منها واخزنها وين في ال x فالان ال x فيها 8 وال y فيها 8 انا اعمل copy اعمل copy من y داخل مين x فصارت y فيها 8 وال y وال x فيها 8 حيث ال copying بيصير فعليا هذا كلام بيضبطش معنا في موضوع ال objects بنفعش نستخدم مباشرة يعني المثالة انها نلاحظ هانا بقول لي rectangle r1 هذا reference r1 new rectangle هاي ال object الاول في المواصفات 10 و 20 و red خزننا العنوان يعني شير او العنوان تاع ال object هذا مخزن في r2 بعدين قلنا له في عندنا reference variable اسمه r2 حط للعنوان اللي مخزن في r1 خزن لي اياه في r2 ايش اللي حيصير معنا هانا هذا واضح و بديه الان ان دولة r2 و r1 صار فيهم نفس العنوان اللي بيشير ل object 1 يعني فعليا two lines هادولا اللي تم انشاء فقط object 1 في ال heap لكن اللي بيشير اليه two reference variable كلام هذا وضحناه في الاسلازات اللي فاته فبقول لي انا لاحظ this does not make a copy هانا بيعملش copy of the object reference by r1 بعملش رادر هو فعليا it makes copy من ايش من ال address that is stored in r1 وهذا r1 reference variable and stored that address in r2 after this statement بعدين بتجملتين هدول اللي حكينا عنه بلاحظ r1 و r2 reference variables will reference the same object لان هو فعليا فقط عندي object 1 لكن احنا مش هذا ال copying اللي احنا بنحكي عنه موضوع ال copying فعليا لازم يكون عندي two objects اللي هم نفس البيانات نفس ال data فبقول لي هانا اللي عايزين احنا الان ننشيلها مثود او طريقة لعملة copy object فقالنا في copying the object to copy the object itself مش reference variable قال لي هانا you must create لازم تنشي a new object وبالفعل هذا ال object التاني هذا ال object الجديد وقل لي هانا set the new objects field وطبعا هتحط في القيم في ال fields تعاتي ال object الجديد التاني كل القيم القديمة اللي موجوده وين في ال object الاولين هاي معنى هاي آلية عملية copy فاحنا هانا طبعا في عنا method هنسميه copy وحنستخدم الالية هاد هنقول له هانا مثلا R2 شايف مش هنعمل كلام هادا هكي يعنا هادا هنلغيها الان من فاش نعمل زيك بس هنقول له مش هنسويهم ببعض الفكرة هانا هادا المساواة مش صحيحة هنقول له هانا R2 .copyR1 بس في ملاحظة هان هادي هانا هادا الجملة اللي هان لازم تكون خذينا ثانية بس اوضحها هادا اللي بنشيلها هيك وفعليا rectangle R2 يساوي new rectangle انا عايز انشئ object جديد اتنين هادا ال object القديم وهادا ال object الجديد بعدين اعمل عملية method call وفعليا لما بس تدعيه حاجة على وين على المثود اللي هان وهذا المثود يكون في فالclass اللي تعمين تعريكتانجل تاعنا جواته هو method داخل الكلاس بيعمل عملية copy والموضوع بسيط لما اجيه قال لي هاي ال R1 هاي ال R1 هاي ال R1 هايجو وين على ال R-E زي ما انت شاي فال R1 انا اوضحها كمان هايجو وين هاي في R-E فال R1 طبعا و R-E بشيره نفسه ال object القديم فنقول له هانا R-E length خزي لي ايه قيمة R-Length اللي هو في المثال اللي معنا مثلا عشرة خزي لي ايه في ديس length طب السؤال هانا الديس هات تعود لأي لأي reference variable هذا تعود لل reference variable اللي تقام بالاستداء اللي هو مين R2 عشان هي كده هو هيعمل لي يعني هالي تابعة لR2 ففي R2.Link يعني خزي لي R-E.Link خزي لي ايها جوه R2.Link و R-E.Wid خزي لي ايها في R2.Wid و R-E.Color خزي لي ايها في R2 هاي معناة ديس يرمز لهاي لانه هادا الديس ترمز لامين لل object اللي عمل عملية ال calling هنوضع الكلام هادا طبعا بالتفصيل نشوف الالية تاعت ال process تاعتنا اولا هادا هو هو ال class تاعتنا زي ما انتا شايف طبعا ال fields تاعتنا و عنده هو ال constructor ولاحظة ال constructor هادا هو ايش اللي هو بنسميه default ابرتسمو هادا نفس ال default وهادا عندنا هادا هو ال fault constructor تاعتنا وهادا هو المثود اللي هان اللي بيعمل عملية من القبي ولاحظ هو جزء من ال class تاعتنا فلما نيجي هانا لاحظ بالظبط عملنا هانا ركتانجل R1 يساوي ان يريد انشانا object جديد لما خلصنا هادا حينتشي عنا وين ال object الاول ال object الاول هو هايو اللي مخزن فيه عشرة و عشرين و الرد و طبعا العنوان تاعه حيتخزن في مين في ال reference variable R1 الكلام ماضي حنا خلص يعانا سرنا فهمينو الجملة اللي بعدية حننشئ object جديد اسمو object جديد وهادا ال object فيه default value تلاحظ اصفاره 0 ليش؟ لانه ها يعمل مين لانه هو مستدعي ال constructor اللي هو هان اللي هو no argument constructor و طبعا عنوان تاعه ال object الثاني هادا ال object الثاني وهذا هو ال object الاول او القديم والان عايزين ننسخ من ال object الاول ننسخ من وين في ال object الثاني خلاص ال object الاول عنوانه مخزن في R1 وال object الثاني عنوانه مخزن في R2 فهنا هنيجي نعمل بعد ما خلصنا الكلامات أبداً هنستدعي هنستدعي اللي هو المثل تقول هاي هادي إحنا طبعاً هادي المثل تقول خلصناها بعدين هادي خلصناها هنيجي للميلة الجملة لما ناجي هانا راه عنا السلايد اللي بعديها نعم هنشوف الآن لاحظ هدا هو المثل تعلق copy هانا حيدخل على copy هانا هيك هاي copy هادي هيك لاحظ هاي من هانا حيرو على هادي هيك هاي نفس المثل هايجي المثل طبعاً هادا في الاستاك وطبعاً المثل هذا الكلمة اللي هو reference variable R1 هيتخزن في R2 فR في RE سوري RE R1 شايف هاي مخزنه وين جايه تخزنت في RE خلاص فRE الآن هو عبارة عن reference variable وهذا reference variable له نفس العنوان اللي موجود في مين في R1 واضح؟ فأصبح الآن هانا لاحظ R1 و R2 بيشيروا على نفس الobject لكن في ملاحظة وهدا ملاحظة مهمة كتير انه R1 و R2 موجودين وين؟ داخل المين؟ ما لهم مش direct access على الobject اللي هانا لكن لاحظ لما عملنا المثل call هاي R1 راحت لمين؟ استدعينا مثل من داخل الكلاس حيو بما انه هاد داخل الكلاس فإلو direct access على مين؟ على ال fields هادول عشان هيك دانا اش عملت القيمة اللي هان تاعت RE مع انها فيها نفس العنوان اللي تاعمين تاع R1 إلا انه هاد الها direct access لاحظ على على القيم اللي هان يعني انا ما عملتش خط زي هيك وشبكته هانا زي هيك زي السلايد اللي قبل لا لانه هانا بتختلف وكمان للتوضيح انه الاطار تاع المثل تاعنا هاد اللي هو مثل ال copy ايش له انه اصفر نفس نفس عندنا مين؟ تاع ال objects اللي هان فبالتالي يعني كل القيم اللي هان اللي هم direct access على اللي هان فبنستخدم ايش مثل مباشرة حنستخدم موضوع dot عشان نعمل reference لهدول فلما جينا هانا الان راحظ RE.link اللي هي مين العاشرة وين نوديها؟ هاي اللي لاحظ وديها على this مين ال this هانا اللي هي هادة this يشير لمين؟ لل R2 لانه R2 عمل فلاحظ ال this هان تشير هاي بلخضر لاحظ كيف جاي وين بوديني؟ بدخننا على مين؟ على ال object التاني وكمان مره ال this اللي هان الها direct access مباشرة فحنقول this.linked this.word this.color لاحظ زي ما انت شايف يعني access مباشر لانه this هانا موجودة في ال class فهياخد ال that link اللي احنا رجلناها من ال R اللي هي عشرة وحيخزن لي اياها وحياخد العشرين من هنا هيك يقراها وحيجيب ليها على this ويودي ليها على العشرين وال red حيجيب لي اياها من وين يقراها من هنا هيك وبعدين حيجيب ليها على this ويحط اللي هادة ففعليا ما شو عملت هنا؟ أنا استخد كل القيم اللي هان صاروا ايش فالobject الاول القديم نفس صار القيم نفس صار نفسه في ال object الجديد او ال object التاني هيك احنا تممنا عملية النسخ يعني بعد العملية هادة بتكون عنا هذا المثود هنا انتهينا منه الان انا بعديها لو نيجي نستخدم موضوع المثود الاخرى زي ال get فاللاحظ اجي احنا اقال لي R2.hexar عندي الان في اللي هو الشكل بعد ما خلصنا موضوع ال copying R2.getLink R2.getLink يعني هذا المثود هذا المثود كل حيستدعي اللي هو getLink طبعا getLink موجود في ال class هنا بس انا عشان فيش وساع بس موجود في ال class الكامل ال guitar وال sitters حيفتح لي حيستدعي المين في getLink وبعد ايه حيستدعي R2.getWidts اللي هم هده اللي شايفهم و R2.getColor هده هم هده المثود طبعا هم فعليا اللي بيخلص بالاول بروح من الاستكبس بس للتوضيح هنحطهم بفوق بعض وكل واحد منهم عامل direct access فلما يقول له this link حيشايف وين اجاني اجاني على ال R2 ال object 6 بيقرى منه قاعد واخد قرى العشرة والعشرة حترجع لهانا هيك وهيخل لي طب هده حصير قيمة عشرة وال words حيقراه لعشرين وال color حيقراها من هان اللي هي طبعا ال red لكن اللحظ هو بيقرى من وين من هذا ال object ولا من ال object اللي هان لا هو بيقرى من وين من ال object اللي هان طيب طيب نكمل الان بعدها في methods تاني موضوع ال set لاحظ الان انا بدي اعمل R1 ضد set color هللاحظ ها هدي اسمها R1 ها هدي طيب ومش R2 الان R1 الان R1 لاحظ حيستدعى اللي هو المثل تاعت ال set و ال set ارزا طبعا وجدين في المثل عنها set length هانا خمسة و ال set و ال set color اللي هو ال black وطبعا ليهم direct access في ال read وال right يعني بيقروا من هان او بيكتبوا هان وعشان كده عدل القيمة اللي موجودة كانت بدل 10 هاد صارت 5 وبدل 20 صارت 7 وبدل read صارت black في مين في ال object الاول اللي هو ايش اسمه اللي في اللي هو مين R1 يعني ال object هادا اللي جواته العنوان ال reference في الرياب ال R1 فبالتالي الناتج اللي عنا هان هانا هيعطيني عشرة هانا عشرين لما عملنا get length وهانا مين read بعد هاده المفروض يعطيني خمسة و سبعة و بلاك وفعلا تعال نطلع هان هاي عشرة و عشرين رد بعدها لما قرينا احنا عملنا نقرأ قيمة R1 اللي هما ال attribute ساعتنا هيعطيني خمسة و سبعة و بلاك زي ما احنا شايفين طيب example تاني بموضوع copying the objects اتوقع انه هان الصورة وضحة هاي عندنا لو عايزين ننسخ مثلا عندنا هاي object الاول ال object التاني فالobject الاول هان حاطينه جوه فصار عندنا R1 و R2 كلهم بشيروا ل two different objects لكن لهم نفس نفس ال data اللي اتنين فيهم عشرة و عشرين و رد فعشانك لو طبعا هاي عطينا عشرة و عشرين و رد لو عملنا set الاحظ R1 black و خمس و سبعة هاي تغير هاي اعتقد تكملة لتوضيح بشكل يعني مفصل اكتر عن المثال اللي فاتت يعني هو تكمل احنا ضايف نكبرين الكود او نكملين الكود وحتى يمكن ضايفين ال get بس مش ضايفين هنا ال sitters يعني عشان الوسع طيب نجل الان في طريقة ثانية لموضوع ال copying ممكن نستخدم لنا نعمل copying لل constructor copying لل constructor بقول لي هنا another way to create a copy of an object is to use the copy constructor راضي قد تكون طريقة أسهل نشوفها مع بعض بقول لي عن موضوع a copy constructor is simply a constructor that accepts an object of the same class as an argument it makes the object that is being created a copy of the object that was passed as an argument تعال نوضح الكلام هادا بعدين نرجى على التعريف هونا نلاحظ معاي هاي عنا احنا المين مثود وجينا هانا عملنا create a new object خزناه في R1 طبعا ديقر القيم الهادول هاتينا عشر عشرين رد عملنا new object R2 وضفنا في وهذا غريب ان احنا هنا نلاحظ بس لما انش فش عنده copy يعني المثود يعني هذا احنا في الاسلاد اللي قابلته الوجيكت كان فيه عندي مثود كل اسمه copy بس انا لا هانا عامل new يعني rectangle R2 ويساوي new rectangle وحط هاد البرامتر اللي هان او الارجومنت R1 اللي هو الوجيكت الاولاني هاذا اللي احنا هادا هي بيقالية مين عملية copying constructor لكن طبعا هادا لازم اكون كاتب وين معدله في الكلاس فلاحظ انا هان نعم الان هادا هو الكود لل copying constructor هادا هو فلاحظ انا ايش عامل هادا constructor ثاني ال constructor الاولاني اللي هو كان يبياخد 3 variables هادول وبيعمل setting لطبع اللي مين default value بيعملها update هادا كلام عارفين بس نيجي هانا هادا احنا بنسميه copy constructor لاحظ ال R1 هو هيكون فيه العنوان تاع الاوبجيكت الاولاني وحيتخزن في في اوبجيكت تاني سمينا الرект اللي هيكون في الضمين داخل الكلاس وحنقول له هانا الرект.link لانه الرект وال R1 بيشيروا لنفس الوبجيكت طبعا لكن الرект هادا له ايش اكسس مباشر لانه بيقرأ من داخل الكلاس وضحنا الكلام هاد والان هانا الرект.link في القيمة اللجوهات وتاعت R1 هي العشرة هيخزن ليها في مين في كمان مرة دس هاد تعود لمين تعود للفنكشن هاي لR2 هذا المثل اللي تم لانه اللي نيو هادا هتكون عنوانها يا مين هنعمله هنجيبها لمين يعني الوبجيكت التاني هيكون عنوانه تابع لمين نخزن في R2 فالدس اللي هانتشير للوبجيكت التاني اللي عنوانه الريفرنس فيريابل R2 فبعدين انا الويتس العشين حيخزنها في هاي والرد حيخزنها في هاي فالاصبع عندي الوبجيكت التاني اللي الريفرنس فيريابل تاعته R2 موجود فيها نفس القيم 10 و 20 والرد وقد تكون هاد طريقة مختصرة وأسهل حتى من الطريقة تاعت المثل تاعت الكابين ولاحظ ودينا على ذلك لما جينا احنا هيبأكد الكلام هاد لما طبعنا القيم هادول 10 و 20 رد لما بدأنا عملنا الكابينينج هانا R2 حيطينا نفس القيم 10 و 20 رد لما غيرنا في القيم تاعت R1 صارت 5 و 7 و بلاك لاحظ 5 و 7 و بلاك تعال نقرأ قيم هاي لما قرنا هم طلعوا هادول السلايد الثالث واخر شيء لما عايز اقرأ اعمل قيم تاعت R2 بقني القيم كما هن 10 و 20 و رد ما تغيروش ليش لان هادولا صارت 2 objects انا قاعدت اغير هانا في الوبجيكت الاولان لما الوبجيكت التاني مفيش في اي تغيير لانه في عندي 2 objects طيب هانا برضو مثال للتوضيح كيف موضوع التفاصيل copying الكونسركتور steps in RAM هادا عنا المين مثود زي ما شفنا في السلايد اللي فات هاي عنا تاعة تاعة creation to object وهذا object تاني هنشوف مع بعض وهذا عنا اللي هو موجود الكود اللي هو وضح لتاعة الكلاس هادا الكونسركتور تاعه وهذا كونسركتور بنسميه copying كونسركتور هادا هون هنشوف مع بعض هادا هو الكونسركتور انشية للقيمة الاولية طبعا هاي المين تاعتنا هان وانا بادي هنا بالتفصيل يعني عنا كل في كل animation او في كل يعني لما ندخل في موضوع الرام بنضيف طبعا ملاحظات جديدة ادق لما نصل في نهاية المطاف لانا الموضوع معقد بنفعش نشرح هيك مرة واحدة فاحنا ماشيين step by step لان احنا اول شي احنا تجوات المين المين بتم ادراجه وين في الاستاك خلاص كل المثود لازم تكون في الاستاك الجديد فقط في الهيب هو الـ objects طيب جينا هنعمل لها rectangle r1 ما هتكلم انه هينشئ هو هندخل المين لاحظ دخل المين هينشئ reference variable r1 فيه شيء لا لكن هيتخزن فيه 0 انه فعاليا هذا 0 في الوقت الحالي لكن هيتخزن فيه بعد ما يتم انشاء الـ object وين بتم انشاء الـ object هيتم انشاء الـ object من عملية new فينشئ هو هنا object حين في انشاء الـ object فعليا بيكون الـ default value كلها اللي هو الـ zeros والـ null لكن هانا هو هيروه على مثود جديد اللي هو ايه؟ الـ constructor من هانا هيعدل القيم اللي هاني 00 0 هتصير ايش قيمها؟ لاحظا ما هنشوف هنستدعمين الـ constructor هايو ولاحظوا الـ constructor باللون الأصفر لطار تاوه يعني اله direct access على القيم هدول فهنا الـ L و W C اللي باعدناه 10 و 20 و رد هدول هيروه على الـ this من الـ this اللي هو تاعت الـ object اللي تم انشاءه وهيعدل القيم اللي هاني لاحظ عدلهم وهنا هيصير عندي قيم 10 و 20 رد هذا بالضبط اللي بيصير داخل الرام طيب هيك احنا انشأنا الـ object فعليا بس احنا ما خلصناش لانه لازم يحط المكان اللي هاني العنوان تاعه هاذا العنوان تاعه لازم يعمله ينسبه وين ويخزنه داخل الرواحد هيك بيصير الرواحد يشير للـ object لهاك لكن دير بالك عملية الـ access هنا محدودة وطبع اللاحظ احنا مثلناه بالكلام هنا هيك لانه دير بالك ما فيش عندنا direct access لمين يعني بنفعش نقول R1.link ليش؟ لان الرواحد موجودة في المين الرواحد لو كانت موجودة في الـ class هنا كان فيش مشكل عندنا بيصير direct access لـ private attributes هيك احنا هيك لاحظش احنا اخلصنا يعني احنا بعد ما انشأنا الكلمة الجملة اللي هنا هيك هذا الناتج اللي هيكون عندنا في الرام كان في الاستاك او في الهم نيجع على الجملة اللي بعديها اللي هي موضوع الـ copying انا مش معني في هدول احنا بعدين احنا طبعا افاهمينه هنعمل get length هايجي نستدعل get link وهنعمل access على الـ link هذا وبعدين يرجع يظهر لي على الشاش get width get color كلام ما دخلنانا ما لاهم منهم ركز في موضوع الـ copying الان طيب حنيجي لهذا الان هنا كلمات rectangle r2 فعليا حيجي على rectangle r2 وحينشئ variable ثاني خلاص طبعا لاحظ local اللي هو reference variable r2 داخل وين داخل المين طيب الان ديجي new اللي هنا هيك هذا new بدي ينشئ لاحظ هذا هو احنا نشتغل في السطر اللي هنا new هاي يعني حينشئ object جديد داخل الـ heap وفعليا هاي انشئه بالـ default value تاعته أصفره 0 خلاص الآن هانا بعد ما ينشئه هانا هيجي عنا هنعمل للمثود تاعت الـ rectangle لأننا عايزين ندخل الآن على مين على هاد هو الحين على اي constructor يعني لاحظ هذا اللي هنا رأي عن الـ constructor على اللي هنا طب شو لاش عرف بهذه لاننا عدد الـ argument ثلاثة هاي type تاعتهم اخذنا الكلام هذا في المثود المحاضرة اللي فاتت لكن لاحظ اللي هنا حيروح على اي constructor هيجعل constructor اللي هنا ليش؟ لانه هذا له فقط one argument والـ type تاعتها rectangle يعني هذا فيه match أنا عندي هنا طيب فبالتالي هو هيعمل هيستدعي المثود اللي هو rectangle rectangle بس اما انا ما عنديش وسع هادك طبعا نكملها براحتك rectangle الرект انا باخد الكلام اللي هنا يعني وفعليا هاد اللي هنا هيك ها موجود وين هاي وهان هي الان أنا الرект هان ايش جواها الرект هان عبارة عن reference variable راحص هاي موجود داخل الـ domain تاع الرектانجل method constructor اللي هنا والتالي هادا هيكون موجود في نفس reference address that mean that R1 هي اللي اخدتها هيك وخزنتها داخل مين الرектانجل واضح؟ يعني هاي الـ R1 هي اللي دخلناها جوا مين الرект اللي هنا اعتقدوا الكلام هنا واضح الآن فبالتالي الرект هانا هيكون إلها لاحظ انا هل بنمحي يعني لان احنا كلام موضحينه فلاحظ الرект هانا هيك هادا هي جاي من هانا هيك هادا هتشير مباشر مين للـ objects اللي برضو بشير الو مين R1 لكن السؤال هانا الاشارة اللي هان والاشارة اللي هان الـ access بيختلف عن بعضهم من الاثنين بشيوا نفس الـ object لكن R1 مالوش direct access لكن الرект هانا إلها direct access ليش؟ لان ادربالك شايف الكنارة هانا عامل باللول الصفر لان الرект هادا موجودة وين؟ في الـ class فبالتالي لها direct access على الـ attributes تستعاد الـ objects طيب هانا بدي اجي اجيب rect.length هنقراها وهنقرا rect.width وهنقرا rect.color لاحظ والقيم عشر وعشرين ورد هنوديهم وين؟ عن طريق الـ this هادا الـ this هيوصلي لمن؟ للـ object الثاني الـ this هانا الو access مباشر لمن؟ للـ object الثاني فهيخد الـ this في الأول حين rect.length هيقراها اللي هي عشرة هيمسك العشرة وتيجي هانا هيك وهذا العشرة هانا هيوديها هخزين لي يا وين؟ هانا بعدين وراها هالي هو الـ words العشرين هخزينها هانا بعدين هخزين لي كلمة الـ red في وين؟ في النل ولاحظ هيتغير عندنا الـ هانا هيك إذا احنا بنكون تممنا عملية صار الـ object الثاني الو نفس اللي هو القيم اللي موجودة أو الـ values اللي موجودة في الـ object الأولان هيك إحنا بنكون تممنا عملية الـ copying وطبعا لاحظ بعد إحنا ما خلصنا الكلام هانا هيك هنعمله العنوان اللي موجود هنا هنحط reference في الـ R2 يعني عملية الـ assignment هاي اللي يساوي وبعد هيك طبعا خلاص هذا هيطلع من الـ stack وينتهي هذا ما تبقى عندنا دخل الرام فصار عندي في الرام أنا المين؟ بالـ reference variable R1 و R2 وعند اللي هو هذا الـ object الأولان وهذا الـ object الثاني والاثنين هم identical هيك إحنا تمامنا عملية الـ copying طيب نجي لموضوح هنا موضوع الـ equality وهو قريب طبعا كله يعني الموضوع كلها هي قريبة من بعض الـ equality نفس الشي بنفعش أنا أستخدم الكلام هذا عشان أشوف equality لـ two objects هذا الكلام كنت نستخدم من الـ primitive variable فيش مشكلة لكن الـ objects لا الموضوع هنا واضح ليش؟ لأنه فعلية لو بنجي نقول عثبين المثال هاي rectangle R1 هاي الـ object الأولاني هذا الـ reference variable الـ object الثاني هاي نفس القيم لاحظ عشر عشر عشرين يالو عشر عشر عشرين يالو وR2 هدا reference variable ثاني يعني لكن الـ object الأول وهذا الـ object الثاني هدول فيه عند الـ two objects بيختلفوا عن بعض لكن الـ two objects فعليا هما فيهم نفس القيم لكن لما اقول له أنا if R1 يساوي R2 طبعا ولا عمرهم حيساوي بعض لأنه هما التنتين فيهم عنوين مختلفات عن بعض وكل عنوان يشيل لـ object مختلف فبالتالي هدا الجملة عمره ما حتتنفذ ودائما وابدا اللي حتنفذ عندي مين the objects are different موضوع الـ else لأننا فعليا هنا بنقارن اللي هو بين memory address للـ two objects مش المحتويات تحتها فبالتالي اللي حل الكلام هاد مش هنستخدم موضوع مين المساواة زي هيك زي احنا ما تعودنا هنستخدم method زي is equal وهذا كلام الى حد ما شفنا وين في موضوع الـ string فعلا هو الـ string أساسا عبارة عن objects فهنا عندي عبارة عن مثل method هدا المثل بدي شوف هل بيساون بعض ولا لا فبالتالي هدا المثل هنشتغل عليه عشان نشوف إذا كان عندي two objects are equal ولا لا وكلمة equality هان انه بدي شوف هل محتويات هم identical بيساون بعض ولا لا هنا السؤال طبعا هنشوف مع بعض المثل هنا يضوم طبعا بسيط أولا هذا المثل حيكون مكتوب وين داخل الـ class طب شو الـ return value تاعته طبعا بوليان لانه المسمى تاعه هنا is equal ودير بالك انا بحاول اقارن بين الـ object r2 والـ r1 هال محتويات r2 يعني هال المحتويات الـ object الذي يشير اليها الـ reference variable r2 هي نفس محتويات الـ object الثاني اللي عنواني مخزن داخل الـ reference variable r1 ولا لا فبالتالي اذا كان او ولا لا بيتكالي طبعا عند طبيعة الـ data طيب عندنا بولين كلام هذا واضح طيب لاحظ في اللي هنا هيجي عندنا r1 هيخزنه وين في الـ object temporary object rect ولا انا عايزين نفحص الان اذا كان عندي rect.length لاحظ هايو بيساوي this.length دربالك الـ this تعود الـ r2 كمان مرة يعني احنا في عنا two في عنا two objects في عنا two objects this تعود تشير تشير لأي objects للـ objects r1 ولا الـ objects r2 يعني هل تشير الـ object هذا ولا الـ object هذا الـ this تعود مين اللي قام بالاستدعاء اللي قام بالاستدعاء فعليا r2 هذا الاستدعاء هذا اللي هنا عبارة عن argument لكن لو كانت العكس لو قلنا مثلا r1 هذا ما لاحظه مهمة لو قلنا هنا r1 dot is equal ما نفش الخط هنا هيك لانا ما تحكمش كويس في الماوس هللاحظ هانا r هدى ارت ارت ارتين هتكون فالـ this في الحالة هاد هتشير لأمين لـ r1 ولا الـ objects اللي هنا ما انه تكون النقطة هاي ايه واضحة طيب نكمل مع بعض فبالتالي بقول لي هنا شوف لي لان طيب this dot length شو فيها فيها اللي هي هادا العشرة this dot width تاعت الـ object هاد طبعا فيها عشرين و this dot color فيها مين الـ red طب ماشى rick dot length طب الرق جاي من وين الرق هي ماخدي نفس عنوان مين r1 يعني هما r1 الرق بيشيروا لنفس الـ object اللي هو أنو واحد اللي هو هاي الـ object اللي هان فالـ rick dot length هتساوي عشرة و rick dot width هتساوي عشرين و rick dot color بيساوي طبعا لاحظ هنا dot equals استخدمتان ليش أستاذ لانه هادا الـ string و الـ string هانا عبارة عن object بالـ fash نعمل احنا المساواة بالـ string كلام اخدناه بالتفصيل الفصل اللي فات لازم نستخدم method زي method equal نفس المبدأ احنا بنعمل هان فبالتالي هانا حعمل طبعا بينهم and اذا كل هدول التلاتة كله معطوني true فبالتالي اش رجع لي مين true اني هدول المحتويات الـ object التاني والـ object الاول identical و الا رجع لي مين false موضوع مباشر مش معقد بناء الكلام هذا بنشوف فعلا لاحظ احطاني true وتعالنا طبعناهم لما طبعناهم نفس القيم زي ما انت شايف بعدين نجي نحنا هنا غير نعملنا R1 that set color حاطينا black هذا الـ object الاولاني طب تعالف حاصله هلما equal طبعا اش هيعطيني false ليش عطاني false هنا لانه هاد القيمة اللي هان في الحالة هاد هيعطيني false مدام هذا صار false مع الـ and that كله هيعطيني false فبالتالي هيرجع لي مين وحيرجع لي مين فالس كلامه طبعا حكيناها بالتفصيل المحاضر اللي فعلت بقول لي هان طبعا هذا اللي انت عاملو هان فيه له better way طبعا طريقة افضل لي وهذا اللي هي more perfect وحيانا حتى ممكن يكون عندك الـ NetBee نخترع لك هلك كلام هذا بيجو بقول لك مباشرة انا بدي اعمل رتين للقييمة كله هيك من غير ما نحط if و else والكلام المعقد ديك فيش داعي انما هتعمل له هيك rect, lengthy, south, and الناتج تاها هتولا كله هيعطيني boolean value لانه مدام فيه بينهم هتولا بنسموهم logical operand ذكرين ال-and وال-or وال-not فالناتج انه هان هيعطيني boolean value وطبعا نلاحظ هان return value زم تكون boolean فهذا اللي هان هو بديل عن هات وهو طبعا الطريقة الافضل وطبعا more professional بنسميها هذا بالنسبة لموضوع ال-equality لل-method نيجي الان لموضوع aggregation وهيك احنا هنختم فيه المحاضرة aggregation موضوع طويل شوي لكنه طبعا هانا بدينا ندخل شوية وهذا اول بوابة هتدخلنا في ال-paradigm تاع ال-object oriented design نفسه وعلاقة ال-classes في بعض تعال نشوف شو يعني aggregation اولا بيقول لي احنا في المحاضرة اذا ذاكر احنا لحتى الان كل اللي قررنا انه ال-class members has two main members فيها fields وفيها مين المثل يعني كل ال-class كنا ننشئ فيه لهم ال-variables ذكر وكنا ننشئ فيه ال-methods هاد ال-fields هنا هاد attributes variable عشان تخزن data وال-method هاد عشان تعمل عملية operation بقول لي لكن في ال-class field do not have to be parameter data مش شرط تكون في ال-class field primitive data type ممكن يكونوا ايه objects of another classes هاد هي الان هاد الاختلاف على الان يعني احنا كان كل تركيزنا لحتى الان كل تركيزنا لحتى الان عايد بانه كنا مركزين وهذا ركزنا في اول محاضرة عن attributes المحاضرة التانية عن methods لكن احنا لاحظنا في ال-attributes كنا مركزين على primitive data type صحة طرقنا لل-string بس تعملنا معها كأنا primitive لكن الان احنا ممكن يكون عندنا في ال-attributes attributes هاي objects كمان يعني objects من classes تانية هذا هو بس الضبط معناته اللي احنا بنسميه aggregation فبقول ال-aggregation in java is relationship هي علاقة between two classes that is described as has a relationship يعني طبعا it's one way relationship هنوضح الكلام ها فبقولها انا راحز aggregation occurs هاي عبارة طبيعية يعني ال-aggregation بيصف حالي between two classes هادا occurs لما يكون عندي instance of class y is a field in another class x لاحظ يعني عندي ال-class x هنا ومن ضمن الفيل تاعته من ضمن ال-variable في عنده object لذا ال-object هو instance بيكون من class تاني سمنا y فلاحظ هانا aggregated class اللي هو مين x بيحتوي على reference للكلاس y يحتوي على object وreference لمن للكلاس y فبالتالي احنا هانا x هنسميه owner و y هيكون هو جزء من aggregated class y للتوضيح تعالوا نلاحظ عنا هان هذا ال-class الأول ولاحظ في ال-class الثانية شموجود عنا هذا string هو مش primitive بس احنا مش هذا الموضوع لكلاحظ احنا نعم هذا احنا جديد عنا موضوع ال-address std-address وهذا طبعا من وين جاي هذا ال-class اللي هو ال-address هايو فباللاحظ هنا انا عندي الان object أو instance of class هذا اسمه ال-object من وين من different class بنفع الكلام هذا بينفع هذا هو بالضبط تعريف مين aggregation ولاحظ انا عندي شايف القيمة هان جاي من هان وهذا عندي بنسميه aggregated class ال-address اللي هو ال-object اللي هو عبارة عن instance of address class عشانك احنا بنقول هان student has an address هذا هو تعريف ال-aggregation تعالوا نشوف مع بعض كيف لقيش احنا هنستخدم ال-aggregation اولا السابة الرئيسة لعملية ال-aggregation هاي بقول هانا to maintain code code reusable تعالوا عملية اعادة استخدام للكود يعني مثال عندنا هانا هاي انا عامل هاي كلاس اسمه date وشرح لك فيه لل-day والشهر وال-year وشرحين مثلا هاي ال-address حاطين street name city name post name طبعا ممكن الكلام هاذا احنا استخدموا مفهمين يعني عايزين عنا نعمل class like student فانا بدل بقول student هاي شايف هاي ال-id وال-name ممكن انا اعمل address او object address بدل ما اكتب بدل ما اكتب التفاصيل كلها يعني نلاحظ هان هاذا كلا عملنا لـ student اعملنا لـ teacher اعملنا لـ employee اعملنا لأي شخص وكل هم هيحتاجوا ال-address و-date لاندرباك هدول هم مشهورين قصة ال-address و-date فلاحظ هانا الدليل التاني او البديل التاني لو انا مش عايز تعمل هاي بتكش تعمل aggregate هتضطر ايش تعمل في ال-student طبعا حتشيل الكلام هان هيك وهتضطر تكتب هانا اللي هو طبعا street name city name postcode birthday birth month birth year والكلام هتضطر تعملوا ميل للـ employee وللـ teacher الى اخرهم فاحنا منقول لك طب ليش نعمل هيك فاحنا ممكن نعمل بنكتب كود واحد هذا هو وهذا بنعمل اعادة استخدام reusability للكود هاد هذا عملنا instance منه هان هيك وحطنا هيك وهذا عملنا instance منه وحطنا وين وحطنا زي ما انت شايف زي ما انت شايف الاسم فهو صار عندي هذا الكود عندي مختصر هانا هيك وهدول كلهم عملوا نفس يعني تخيل انت حجم الكود اللي عندي تاعة كل يعني الكود اللي هانا في السطرين هدول اختصرنا عن كل هدول كل سطر من هدول عبارة عن ثلاث أصطر من هدول أو أربعة هاي مفهوم كلمات اللي هو أو code reusability فهذا هو الهدف تاع الـ aggregation بكل بساطة تعال نشوف الان كيف بنعمل الكلام هذا برمجيا بنعمله لاحظا عندي 2 classes هدا هما الكلاس الاول طبعا عندنا مثال بسيط نضع الـ address فقط وعندنا student لاحظ اسمه الـ id والname كله هذا الـ private وعندنا اللي هو data جديد الـ data type اللي هي الـ address اسمه وطبعا هدا بيشير المين للكلاس اللي هان لازم يكون من الكلاس اللي هان لان هذا هو object منه فلاحظ نفس الشي هنعمل قتر وستر لهم كلهم يعني قتر للـ student id والـ set للـ student id get للـ student name والـ set للـ student الـ student address اللي هو هاد والـ set لـ student address وهانا بدأ التاقييد شوي لكن الموضوح هانا بسيط حانواته الان لكن لاحظ هاد الـ data type بتاعتها هتكون ايه في الـ gitter اللي هاد الـ address واللي هيدخل عندي هانا الـ parameter هايكون ايش type تاعه و address لانه فعليا هاد الـ data type الـ custom data type اللي يعني سميناها الـ class لكن هاد عنا هاي القيم مشروحين وطبعا الـ guitar والـ sitters اللي هم موجدين في مين القيم اللي هان وطبعا احنا عمينا هدولا كلهم برضو private طيب تعالي نشوف هانا في الـ main شوف شو هنستفيد من الكلام هذا وكيف بنعمله طلع هيجا اول شي بقول لي عملنا new student وانا فيش عندنا هانا constructor بس للتوضيح object as1 student هانا عايزين نقول له as1.get std id ايش هيعطيني طيب ما فيش فيها اساسا هدا 0 هانا هتعطيني 0 طبعا لاحظه انا فيش عنده constructor و as1.get student name برضو 0 صح و get address as1.get address وين as1.get address وين get address عندنا هانا حاجة address لاحظ رجع لي std address طب هاي std address std address هي عبارة عن reference variable يشير الى object موجود لكنه فعليا ما فيش object عندنا مدام ما فيش object هدا initial value بتكون ايش برضو 0 ذاكرين في الarray of objects تاعت الليست array فبالتالي كلها هيعطيني ايه 0 0 0 نبدأ الان نكمل ماشينا شوية شوية احنا بالتدريج في المثال تاعنا فحنا بدنا بنعاب الان في الكلاستر انا بدنا محتاجين لك لكونستركتور وهنا طبعا ببدا يباين لها اهمية الكونستركتور لان ورحينا بدلا ما نعمل ستة يعني نعمل ستة مباشرة بنعمل فالكونستركتور لعنا حيكون اول type سترينج سيأن سترنج اسأن وسيأن اللي هو يعني street name وهنا سترنج بي سي ها ها هدي اني واحدة تاعة الادرس نعم هدا اللي هو الكونستركتور تاعتها والجترز والسترز تاعتينها نجل للستودنت تاع نشوف الكونستركتور التأول واحد نفس الشي student id سترنج student number name سوري وهنا الثالث هيكون ايش نوعه Address SLA لاحظ ايش طيب بتاعه Address سمينا ايه Student Address الان انا عندي هنا كيف بيعمل فلاحظ بيجي بهذا القيمة اللي هنا طبعا هتكون في المين عنا فعليا صح? هنا مثلا نجينا هذا هنخزن SI في الدس والستودنت نين بهذا ولاحظ اللي هنا القيمة هيك هنخزنها داخل STD Address وهنا فيه عندنا ملاحظة هذا طبعا بيخزنش بيعملش وفعليا بيخزن مين نفس الرفرنس Address حيتخزن في الاتنين فالس ايه وهذا هيشير كلهم ايه لنفس الابجكت زي ما حنشوف الآن نتطلع نرجع على المين عندنا هن نبدأ في اول سطر ايش ما عطينا هنه Address A1 هذا Object A1 مخزن فيه لاحظ الكونستركتور عندنا هن هيكون مني ستريت وقازا ويبي هاي العنوان تاعت A1 وطبعا حنيجي نقول له هانا Student أسوار عايزين ننشئ Object تاني وفي طيب Student الNew Student هنقول له هانا هذا الID تاعته طبعا حيرو على الكونستركتور الكلام هادا وهذا اسمه وهذا الA1 ولاحظ الA1 اللي هنه عبارة عن ايش عن Object لازم يكون منشئينه مسبقا بمعنى لو انا كتبت هانا هادي هيك ما كتبتاش اش هيعطيني Error لان هاد لازم نعبيها بنانا على الكونستركتور اللي هان هانا الA1 اللي عبارة عن الObject اللي احنا انشئناه مسبقا حيتخزن وين يروح حيتخزن في الأسي والأسي هتروح هان وحتتخزن في مين في الادرس تاعت الObject S1 فالان هانا بنقدر بعد ما عمنا هيك هنيجي الان هنعمل S1 get std id ايش هتخزن فيه هتخزن فيها اللي هو ألف وواحد S1.get std name هتخزن فيها للسريق اجمل هانا اللي هو الاسم اللي هي طبعا عالي وبعدين هانا هنقوله S1.get std address std address اللي هي القيمة اللي هان بس ماشي القيمة اللي هانا احنا ما نشأناش object على فكرة هان يعني ما عملناش reference للقيمة اللي هان شو اللي هيصير معنا هان نعم هو أنا حيطبع لي ايه عنوان الobject بس أما هو فعليا وين الobject يعني ما وصلت لهش أنا هانا واضحا النقطة هاي فأنا هيعطيني زيك هنحلي الاشكالية لان تدر فبعديها لما جينا قلنا اطبع لي اياهم طبعا طبع لنا أسوح لان هل أنا عملها غلط فعليا يعني طالب ان اطبع الobject لحاله مدام عايز اطبع الobject هيعطيني العنوان تاعه مدام عايز اطبع الobject هيعطيني العنوان لحاله طب لحل المشكلة هاده شو بنعمل هنستخدم مين toString عشان لما اعمل كمان مرة الكلام هانا هيك ما يطبع ليش اللي هو junk data هاد ذاكرين اللي هو المثل تاع toString فأصبح أنا هنا في الstring لازم اضيف هنا مثل جديدة في الكلاس هنا toString هاده كلام هنعمله في سلايدي اللي الجاي احنا ماشيينش step by step فنيجي الان نعمل access add عايزين نعرض الان بياناته بالطريقة وقلنا له هنا s1.get هيطبع لي مين قلنا 101 هايها بعدين الname get std name اللي بعثناه هيطبع لي مين عالي والaddress طبعا ايو بالظبط شايف هاده هو object اساسم يعني الobject اللي هانا s1 برضو جوات الobject فيه عندي reference variable اسمه get address هاده بشير لي مين للobject تاعمين بتاع الaddress تاعنا لانه فعليا تم انشاوه عنا هايك من خلال الconstructor اللي هانا هاي object تاع العنوان فبقلو هانا get street name لانه بنفعش عمل direct access لان هاده private البيانات اللي هان فهانا قلو get street name لاحظ بيجع عالقتر اللي هانا هيك هيرجع لي main street name اللي بخزن هيتطبع لي main street بعدين get city name حيطبع لي gaza بعدين get post code اللي هي main 0097 وعشانك وطبع لي مين الجمل فهيك احنا كتبنا الان الطالب وعرضنا البيانات تاعته كله هيت فيش عنا ادنى مشكلة وهنا استخدمنا aggregation يعني في الاخر انا استخدمت هنا object يشيل لمن للكلاس تاع الaddress وهذا صار الaddress عند كود بتم استخدامه من كل الobject student teacher موظفي اي ناس تستخدم الكود السابد هذا هيا فكرة مين aggregation طيب نكمل في السلايد اللي بعدين ونحل الموضوع اللي هان احنا لازم نضيف مين method جديد تاع two string ولاحظ احنا لاحظ هذا الaddress تاعنا انا التعديل صار في الaddress بالضبط عايزين نعمل هان two string تاعنا هان هي ليش عشان لما احنا مرة طلبنا المثود اللي باسمه في command تاع الطباعة ذكرين بدل ما يطبع الجنك اللي شفنا في السلايد اللي فات لا انا عايز يطبع لشي لي معنى لانه لما نعمل احنا automatic لما بتم محاول الطباعة الobject بتم automatic الاستدهار two to string فاحنا لاحظ اعملنا رتان this street name حاط لي اسم الشارع والcity name والthis post code ويجيب ليهم فبالتالي لما بدي يطبع عندي ايش طلع علي هاد ايه زي هيك وهاد هي نتيجة اللي هو لما عملنا method call ل object نفسه لما حولنا نطبعه فبالتالي بنحل الاشكاليهات باستخدام to string فتحوض احنا قابل لك دائما وابدا لكتابة اي class بانه احنا بنحدد private اللي هو attribute هنكتب sitter والgetar بنكتب constructor وبنكتب to string طيب لكن احنا بقول لك هنا في عندنا مشكلة في security issue حتى الان امور تمام وشفنا بع بعض كيف احنا بنستخدم اللي هي النظام aggregation ولكن هنا في عندنا مشكلة في ايش بقول لي هنلاحظ معاي لما عمنا الكلام هان وجينا حاولنا طبعنا الكلام باللي احنا شفنا وطبعنا يا عاد اللي هو السطر الاول فيش ادنى مشكلة لكن صار في عندي مشكلة انا لما جينا قلنا له a1 لاحظ ال a1 تابع لمن تابع لال object تاع ال address قلنا له city name غير نحن احنا بالك انا اعملها access وغيرنا ال postcode تاعه وطلبنا يطبع الان من اول وجديد تاع ال s واحد اللي هو student تاعنا ال object تاع student لحظنا ان اتغيرت البيانات تاعته كتاب لجوردن وهان وهذا الشيء طبعا ممنوع ليش احنا عملنا بيانات ال object تاع ال student عملنا private عشان احنا بنقدرش نغير ولا في ال attribute تاعت ال object تاع ال student الا من خلال الستر والقطر بس باللاحظ احنا هاد الالية وهاد هي gap security gap بنسميها انه هانا قدر يغير في عنوان ال student نفس ال object تاع ال student من غير ما يعمل مش من خلال المثود اللي خاصة بال object تاع ال student ابقول يدير بالك انا anyone who has access to a1 object can change the address field of the object s1 which is not طبعا هاد غير مقبول طبعا هاد فتحتنا المشكلة هاد وجود ال aggregation بس هنحل انا موضوح بسيط بقول as you can see now يعني ممكن نتغير s1 object attributes not using the sitters of the object طب وهنا نعملنا sitters والpublic والprivate كل القصة عشان عشان نحافظ ونعمل data hiding سمناها encapsulation هاد نحافظ على ونعطي متان ميل ال object انه بس يتم تغيير اي قيم فيه من خير المثل تاعته لكن بالله هز احنا غير قيم في ال object تاعت ال student اللي هي العناوين تاعته مش من خلال المثل تاعت اللي هو ال object تاعت ال student فاحنا الكلام هاد ايه طبعا فبقول لي بالتالي as we could if we not using the aggregation as below وبالتالي احنا الخيار التاني عشان نريح الموضوع security نلغي aggregation ونعمل هادو يصور كلهم مش تبعين طبعا في الحال هادو هادو امكان هادو العمال هم اكسس لل student الا من خلال المثل التاعت وال getter صح لكن احنا طبعا هادو نستخدمه طيب نشوف مع بعض هانا موضوع security كيف موضوع security هانا عايزين نوضحه داخل الرام اولا احنا عنا هادو ال class تاع student هادو ال class تاع ال address وطبعا انا فقط يعني نبين الجزء اللي احنا معنيين فيه انما تكملت كل السيطر والبطر وامور هادو مش معنيين فيها في الحال عشان الوصع فجينا اول شي عنا في المين في المين هنا انشأنا new object reference variable تاعه A1 والبيانات اللي حتكون في min street وغازا وزير زب تسعة سابعت نين ارتلا هنشوف هادو المنظر حيكون عنا في الرام طلع اسوأ حد حد في A1 خلاص هنا A1 حتشير ل ال object اللي هو في min street والغازا وزير في A1 خلصنا الجمدة هاي لما جينا هان على object التاني عملنا new object اللي هو min student بالانشأل تعته بعدين عبنا القيم الف وواحد وعلي وضفنا هان A1 لان A1 دي كان عبارة عن مين عن reference address خلاص حيشير لمين هذا يشير لهذا الobject يعني فبالتالي reference address اللي هان لها نفس العنوان اللي موجود في وين في A1 typical نفس الاثنين لكن كمان مرة لاحظ بما انه هاد student class مختلف على class تاع address ما لهذه القيم اللي هان لها نفس access تاع A1 يعني بنفعش نعمل direct access على القيم اللي هان إلا من خلال مين المتاحة في الستر وال قطر تاع address object طبعا جينا هنا وبقول اللي اعرض للستودنت ID عشان يبين لكم نحن مجل نعمل الكلام هذا مباشر وهذا مباشر لما جينا احنا من خلال S1 جينا هنا S1 ضغط STD address عشان يعطيني العنوان اللي هان الان من هان هاروح اقول له هات للميثود get street name عشان يطبع له وبعدين وراها زي ما انت شايف فبالتالي هادي كله هيك هادي كانت عبارة عن reference address اللي موجود هان فمن هان بقدر احصل على باستدعاء المثود get street name عشان اجيب هاد القيمة get city name عشان اجيب gaza وget post code عشان اجيب post اللي معنا او ممكن استخدم السترز اللي موجودين بتغيير القيم اللي موجود هان طيب الان الملاحظة عاد وهان هي الاشكالية لو جينا احنا لو جينا احنا غيرنا في اه مننا السترز هان هاي a1 dot sit يعني بمعنى اخر الان الابجيكت اللي هان بقدر اغير البيانات اللي جوه من خلال طريقتين اما عن طريق a1 او عن طريق reference address من هان وهذه هي المشكلة اساسة ليش لان نحن منتطلع في الكود اللي معنا لما قلنا a1 dot sit name يعني هان كلمة Jordan وهان تحتها غير post كود زي ما انت شايف الى من اللي غير اللي غير هو خلال a1 زي ما انت شايف لكن هذا التأثير انعكس على object هان فصال لو بدنا نعرض الان البيانات التعته الان الاس 1 الاد مختلف 12 1001 والنيم تاوى علي لكن الاشكالية عندي هان هان ايش رح يطبع لي من ستريت هان هان هاي اطبع لي جوردان وهان هاي اطبع لي مين البوست كود طبعا لاحظ زي ما انت شايف الان بقول لك هان طبعا هذا كلام بيتعارض مع فكرة انحنا نعمل فكرة الان وانحنا نعمل هان القيم اذول private طبعا انت عامل قيم private لكن احنا قدرنا من خارج الobject نغير القيم اللي فيه اللي هو ال city name والpost كو نعم من غير ما نستخدم ال city والقطر اللي خاصة بالobject اسواح وطبعا هي هاد الاشكالية طبعا هدا الكلام هدا هي السيكوريتي اش اللي احنا حكينا طيب نوضح الكلام هدا اكتر وين كيف التفكيرات عنا طبعا زياد التوضيع اولا هاي الكود حكينا هاي الكلاز تا address وهي الكلاز تا student وهتا address وعن البيانة اللي هان طبعا اول شي لما نيجي على المين ومن المين هان حطينا اللي هو reference address A1 بعدين انشان object داخل class address هدا initial value وبعدين هنعمل اللي هو call للconstructor بالتفصيل طبعا هاي بزيادة ومن الconstructor هو هيبدأ يطاع القيم اللي هان هيك داخل الادرس الزاي ما انت شايف من ال direct access لان هدا كلام التغيير من المثود اللي تابع لنفس class فحطينا هنا من street و gaza 0 19 بين خلصنا هاي بعدين ننشئ طبعا A1 صار فيها العنوان تاع object و احنا ما اعرف ان هذا ما لن direct access لان من خارج class اللي غير من خلال موضوع sitter و guitar خلصنا هاي نيجي الان على S1 S1 هنا هينشئ new object هاي S1 reference في main new object هيتم انشئ و type tau هيكون تابعة class student طبعا هانا هيجي نستدعي constructor زي ما انت شايف الconstructor هان هيعطي القيمة لها 1001 وبعدين لان هذو direct access لأ وبعدين هيضع اللي هو هنا في name عليه وهانا هيضع اللي هو ال address لاحظ هادهان هاد ال address اللي هان من ال address طبعا في الحال هاد A1 A1 هانا موجود فيها موجود فيها العنوان اللي يشير لهذا ال object خلاص فاحنا هنخزن العنوان اللي هان هنخزن وين نضيفه في reference address هان طبعا السؤال هانا هو الكلام هذا صار وين الكلام هذا صار فعليا لما جينا من لما استدعينا ال constructor لاحظ هذا ال constructor صح بكل الاشكالية هان بان هان ال reference address اللي هنتخزن فيه نفس العنوان اللي موجود في A1 هادي اللي عملت عندنا مشكلة security issue وهذا الكلام تم من وين لما جينا احنا عملنا creation حيروح هاوين على constructor طبعا طبعا هادي هادي وهادي مشكلة بس A تخزن في S A وال S A زي ما انت شايف هيتخزن فيها نفس العنوان A1 ونفس العنوان المخزن في A1 حينضيف وين في STD address اللي هو وين هان فلاحظ this STD address اللي هي وين هاد اللي هي بالظبط هان فالحالة هاد صار معنا صار انه STD address زي ما انت شايف السهم لحمر هو برضو لي access طبعا نفس ال access تعم فبالتالي بما انه هادي ال reference address وال A1 اللي هم نفس العنوان اللي بيشيل ال object اللي هان طبعا هان اللي عملت عنه الاشكالية لانه لو انا بعده بقدر اغير من خلال A1 اغير اي قيم من هان زي ما بدي حينعكس الكلام هذا على مين على ال student طيب ايش الحل طبعا احنا هنا وضحنا وشفنا الكلام لاحظ بعد احنا مغير شايف اللي هي عمال بحكي لك الكلام هذا عمال نغير ل ال city name Jordan لاحظ تأثر الكلام هنا هيك وصار ال student بيانات وال address تأثر dot std address dot city name يساوي Jordan ما عملناش زي هي خلاص يعني ما عبنك يعني ما غيرناش القيمة هاد من خلال ال object وهاد هي ال security وهاد هي الاشتالية كيف نحل المشكلة هاد الموضوع المفروض ان يكون واضح الحل الوحيد بانه لما انه انت تيجي تعمل لما ننشئ احنا object s1 وفي القيم تاعة student id ولكن لو بدي اضيف انا ال address تاعه في ال address تاعه انا لازم يشير على object مختلف او يعني object طبعا هو نسخة عن ال object الاصلي تعمين العنوانه مخزن في ا1 لانه بمعنى اخر لو كانوا الاتنين بيشير على نفس المكان مفيش حل عندنا يعني لو كان عندنا طبعا خلينا بس لو كان هذا العنوان لو كان جبنا زي زي لو كانت هاد تشير على نفس المكان اللي هنا ما نحلتش المشكلة فبالتالي انا الان لما بنش انا بدي استخدم بنعمل new object من اي من student لازم ال reference يكون يشير الى object identical او نسخة من اللي هو ال address اللي طبعا اللي بيشير له العنوان اي واحد اما الاتنين بيشير نش عن نفس المكان يدربالك هذا object مختلف عن هذا الobject طبعا الاتنين تبعي الano class لل address واضح طبعا احنا قابل لك في بداية المحاضرة اخذنا موضوع كيف copying object فبالتالي مفروض ان يكون هنا سهل كيف بننفذ الكلام هذا في سطر واحد احنا شفنا في اللي اللي فات ان اللي عملت الاشكالية عنا هيا ارجع لك ها اللي هيتخزن في sa وهو نفس العنوان هنخزنه في std address فلما عملنا زي هيك ربطنا مين حطينا المؤشر وشبكنا زي هيك هذا بدناش نعمل لك الان احنا بدنا الاشكالين على الجهان بان احنا هايضا الحال تاعنا لاحظ في عنا في ال constructor نفسه هادا القيمة اللي هان اللي انت شايفها اسئيل هان بدي اجي اعمل new object لازم نعمل new object يعني لما نعمل create new object من student هاي student id هاي student name وبعدين في موضوع الادرس تاعه هنيجي نقول لأ انشئ ال new object لاحظ ال new object هانا حينشئ ال new object طيب ماشا لكن ال new object هاد عايزين يكون في نفس القيم اللي موجودة هان صح صح ولا لا فكيف هنجيبهم هنيجي نقول نعم هاد ال object dot get street name يعني هات لمين اللي هو القيمة هاد خلاص هنعمل method call لانه برضو هادو كان بالنسبة لهم private وحنقول له dot get city name يعني وهانا عنا dot اللي هو post code الهين طيب city name street name اللي هو ايش هانا هاي هانا هاي مين هدا هي main street والجازة اللي هي city name والpost code اللي هي 0097 هدول هيروحوا لوين هدول هيروحوا لالconstructor تعمين تاع ال address فعشان ايك هو هان حيامل نسخة جديدة هذكرك بالسلايد اللي فات لاحظ هاد الكنساش الconstructor تعمين تاع ال address فاحن نجينا هان بعتناله الان mini street وبعتناله gaza وبعتناله 0097 في اللي هان واضح فهانا حينشي object وفعليا ال initial value 0 بعدين ببدا يعب القيم النسخة طبق الاصر من هولا كلام احنا شفناه في موضوع copying the object هيك هو هانا انشاء object جديد في نفس القيم اللي هان النسخة من هان وبعدين العنوان تاع ال object هيتخزن في مين في reference address لانه كل هادا هيك اللي عنوان تاع ال object هات بالمواصفة هيتخزن هوين في std address مين هو this dot std address اللي هي مين اللي هي هانا هيك الان طبعا في الحالة هذين حالة الاشكالية عننا ليش لانه صار عندي انا اي تغيير بصير من اي واحد غير زي ما بدك يعني اكتب مثلا هيتخزن ورقم اللي هان هالقيم اللي هان لن نتأثر يعني تعال نحاول نطبع ما تأثرتش ملهاج دعوة يعني تعال بالاول طبعا وبعد ما عملنا التغييرات لانه صرت الجهة منفكة يعني هذا ال object اللي هان ملوش دعو بالobject اللي هان منفصلات عن بعض واضح طيب بتوقع انه هيك الصورة واضحة في موضوع solution تاعة security هذا مثال تاني لكن اليوم نحنا نشتغل على UML وطبعا هنا بوضح لك مفهوم كUML ولاحظوا مستخدم موضوع diamond عشان يقول لك انه هذا يعمال وهذا يعمل هدول الاتنين يعني هدو بمعنى student has date لاحظ اللي هو هاي و student برضو هايش address شايفهم فعشين نربطهم فيه باستخدام diamond هذا طبعا diamond رامز انه فيه هنا aggregation وطبعا المفروض انه نشوف مع بعض في خلال الواجب هنطبق سؤال زهيك بانه سيكون عندي انا هنعمل class ومربوط سيمين two classes طبعا لزيادة توضيح مفهوم aggregation طيب وهذا المثال طبعا مثال شامل بعد احنا ما حللنا مشكلة security وبعد ما ترتبت الامور طبعا كود كامل وفوض انك تكتب وانا نت بين وتجرب ويتغير في البيانات وتعمل لتأكد ما كنت فاهم الكلام يعني هذا عمل aggregating لتو class اللي هما من الادرس هاي الكلاس الاول وهي الكلاس التاني اللي هو date عشان انك لاحظ لو بدنا ننشئ new object احنا عمال شايف كتبنا ال id وكتبنا اسمه وهنا استخدمنا العنوانه وهنا استخدمنا date تاريخ الملاد بس طبعا قبل ما استخدم هدول لازم اكون انا من هنا بالاول زي ما انت شاف طبعا اقرى الكود انت براحت لك هنا عشان تعزز فكرة aggregation هيك بنكون احنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتمنى تكون واضحة نراكم ان شاء الله اللقاء القادم ويعطيكم الف عافية